اشتركوا في القناة رحمة الله وبركاته في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج إضاءات سنحاول الإضاءة على موضوع هو من الموضوعات المهمة جدا جدا لكل أم لكل مربية لكل معلمة لكل أخت ترعى أخوانها في البيت لأطفال والفتيان لكل إنسان في هذه الحياة كان أبا أو معلما أو مربيا أو عالما هو من الموضوعات المهمة جدا والتي كان في السابق طريقة التعاطي معها قد يختلف عن اليوم أو لازلنا على نفس الأسلوب ألا وهو موضوع كيف نجيب الأطفال عن تساؤلاتهم حول الله حول الوجود حول الموت أسئلاتهم التي قد نراها غريبة بعض الأحيان أو التي يمكن لنا أن نواجهها بطريقة اللامبالات كيف يمكننا أن نقارب هذا الموضوع أرحب بضيوف الكرام معنا لهذا الليل لهذا اليوم ولهذه الليلة في إطار هذا اللقاء من أخوة وأخوات في هذا الشأن لهم الباع الطويل إن شاء الله وسنحاول بداية أن نتعرض لهذا السؤال ألا وهو ما هي نظرة الأطفال إلى الله أو كيف نتعاطى مع إجاباتهم مع أسئلتهم عن الله سبحانه وتعالى إذا كان في أحد من الأخوة أو الأخوات يحب أن يبدأ بالكلام في هذا الموضوع فليتفضل هل تحب أن تتكلم في أحد من الأخوة أو الأخوات يتكلم في هذا الموضوع فضل كان عندي طفل وأني أب لست أولاد سألني يا بابا من خلقنا من نحن جينا قالت له الله خلقنا يا بابا طيب سألني سؤال تاني تحيرني قال لي طيب من خلق الله يعني قفت أنا شو بدي يجاوبه طفل هيدا شو وقفت لأنك أنت مش عارفين تجاوبه ولا وقفت لأنه لا يعني إذا بدي يجاوبه بهل هو بدي يستوعب هالجواب هيدا يعني عنده المدارك نعم استيعاب لجواب هذا السؤال نعم يعني وقفت بيه بحيري نعم فقلت له يا بابا الله رحيم الله غفور شوف الله شو خلق خلق الطيور خلق الجبال خلق قزا وهذا نعرف من هون أنه الله هو اللي خلقهن هو هون تتجلى عظمة الله بيخلقه نعم ومن هون نعرف أنه فيه الله والله هو أوجدنا نعم في هالح صارت حدثي مع ابني نعم هاللي صار بيني وبين ابني فيه حدا كمان من الأخوة بيحب يضيف شيء بده يضيف فيه حدا من الأخوات بيحب يضيف شيء طيب خلينا نحن مشاهدين الكرام والضيوف الأعزاء نضوي أولا على تأسيس لنقطة أساسية عندما نتحدث عن العلاقة مع الأطفال عندما نتحدث عن كيف نقارب أسئلة الأطفال لابد أن نضع أساسا لذلك أولا الأطفال ليسوا في مرحلة عمرية واحدة واحد الأطفال قد يكونوا بعمر ثلاث سنوات قد يكون بعمر أربع سنوات خمسة ستة سبعة حتى عمر أربع عشر سنة لا زال هو طفل أو فتى يعني هو إنسان بعد ما صار مكلف بعد إنسان صار مكتمل عنده العقل والوعي بشكل سليم أولا بدنا ندأع على موضوع المرحلة العمرية ليس هناك مقاربة واحدة ليس هناك مقاربة واحدة لكل الأطفال من عمر ثلاث سنوات إلى عمر أربع عشر سنة ليس هناك مقاربة واحدة الدليل على ذلك ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في موضوع الأولاد قال الولد يلعب سبع سنين ويؤدب سبع سنين ويصاحب سبع سنين أو اتركه يلعب لسبع وأدبه لسبع وصاحبه لسبع أو أمير لسبع سنوات حديث آخر أمير لسبع سنوات ووزير لسبع أو عبد لسبع ووزير لسبع شو يعني أمير وعبد ووزير الأمير مين هو اللي هو بحيث يتصرف متما بده أمير هو العبد هو الذي توجهه هو الذي تطلب منه ما تريد أن تطلب منه والوزير هو مين اللي بتشاوره وبتاخد قرارك بعد مشورتك معه لأن الوزراء هني الأشخاص اللي بيشاورن الإنسان لحتى يستمع على كلامهم بالمبدأ أول شيء لابد أن ننظر إلى هذه المرحلة العمرية بأي مرحلة عمرية لا يوجد إجابة واحدة للطفل وبس يقول النبي ولد يلعب لسبع سنين أو اتركه يلعب سبع سنين ما بيقصد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لازم ينترك يلعب لا النبي يريد أن يشير إلى أن إيصال المفاهيم وإيصال الأفكار وتربية الأولاد في هذا العمر أفضل وسيلة أفضل أسلوب أفضل طريقة هي اللعب بالمرحلة الثانية أفضل طريقة لإيصال الأفكار للتعليم للتربية للتزكية للتوجيه للإجابة عن التساؤلات هي من خلال شو؟ من خلال التأديب التأديب ليس بمعنى الضرب قد يفظن البعض أنه وقدبه لسبعين نضربه سبعة لا التأديب يعني تعليمه الآداب يعني أعطاء المواد أعطاء الأفكار تعليمه الأفكار قد يحتاج التأديب ربما إلى تبيان العاقبة أنه عاقبة هذا الفعل هذا الأمر نتيجة هذا الفعل هذا الأمر العاقبة ستكون كذلك العقاب سيكون كذلك مع تعدد طبعا أنواع العقاب ليس المقصود بالعقاب كمان فقط نحن بس نقول العقاب نفكر أنه بس مثلا الضرب أو الإهانة أو التوجيه أو اللعن أو السب أو مضعر إلى آخره من مصطلحات فإذن لابد أن نؤسس إلى هذه النقطة حسب المرحلة العمرية بأي عمر كان ابنك وأتسألك هذا السؤال كان عمره تقريبا ست سبع سنوات تقريبا نعم يعني تقريبا بالمرحلة الأخيرة من مرحلة اللعب وبداية مرحلة التوجيه والتأديب نعم لبأس حضرتك أنت أحبي تحكي شيء تفضلي بسم الله الرحمن الرحيم قبل أن نعلم الأولاد عن محبة الله لهم نبدأ بأنفسنا نعم نحن نعلم نعم وعندما يأتي الطفل ويحدثنا عن الله يجب أن يرى في وجوهنا وفي تصرفاتنا ما هو يحببنا في الله نعم مثلا الرزق هو من الله عز وجل نعم القضاء والقدر هو من الله عز وجل نعم إنما وجود الطفل بيننا هو نعم من محبة الله لنا أن يرزقنا الطفل طفلا صغيرا بشوشا يعني فرح الحياة الفرح نعم هم زينة الحياة نعم الدنيا هم زينة ويجب علينا أن نتزين بهم بتربيتنا لهم بمحبة الله فإذن الأمر الأول نحن لازم نعرف الله سبحانه وتعالى لأنه صحيح فاقدوا الشيء لا يعطيه صحيح أن أكلم شخص آخر عن موضوع بدي يكون أنا بعرف وإذا أنا ما بعرفه بدي يكلمه عنه صحيح فالبداية إذن تبدأ من من يتولى مسئولية التربية سواء كانوا أهل أو معلمين أو إقوى أو أخوات أو كبار صحيح تقول له أنه يا بابا أنا عبكرة بجاوبك هذا الجواب ما عندي هلأ جواب حاضر له وروح اتوجه لأهل العلم لحتى يسألهم كيف بدي يجاوبه شو الجواب المناسب مش غلط أنه أبنا يعتبر أنه أنا ممكن أسأل حدا أكبر مني وأعلم مني وأفهم مني بربية على أنه هو يسأل اللي أعلم منه واللي أكبر منه هذه كمان تربية من طرية تأسيسية الموضوع تفضل له وفي القرآن الكريم بذكر وأوصيناكم بأولادكم نعم ووصينا الإنسان بوالديه لا بأولادكم ما في بأولادكم ولا يوجد ولا توصية في القرآن الكريم بأولاد بالأولاد التوصية دائما من الأولاد بالأباء والأمهات ما في ولا توصية لا يحتاجون الأهل إلى توصية بالأولاد الله عز وجل يوصي الأولاد بأبائهم وأمهاتهم نعم يوجد في القرآن الكريم إشارة إلى أنه يجب أن يقوموا بمسؤوليتهم تجاه أولادهم ولكن أوصيناهم هذه المقصود بدي أولادنا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه إلى آخره وهكذا أكثر من مطرحة توصية هي جاءت للأبناء ليش؟ لأنه عدد الأبناء هنل بأسره بحق أهلهم بينما الأهل مش بحاجة لأنه الله يوصيهم هنه بيهتموا بأولادهم لدرجة أنه يتحاضرون لأن يقدموا كل ما يملكوا لأجل أولادهم أن يبيعوا حتى آخرتهم بعض الأحيان لأجل أولادهم أن يبيعوا دنياهم راحتهم آمالهم أحلامهم كل شيء عندهم لأجل أولادهم فضل ولكن طبعا هناك طلب من الله سبحانه وتعالى أن يحرص الأهل على القيام بواجباتهم تجاه أولادهم لأن الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم هذه إشارة للشيء اللي تفضلت فيه صحيح موجود أن الله سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُودُهَا الْنَّاسُ وَالْحِجَارَةِ إشارة وأيضا أيها الناس عليكم بأنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهدديتم أيضا بموضوع العائلة والأسرة توجيهات كثيرة لا علاقة بالمودة والرحمة هو الذي خلق لكم من ألفزكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة الأطفال هم المودة والرحمة بين الأزواج هم المودة والرحمة ليس فقط هم المودة والرحمة ليس فقط إنما هم مودة ورحمة هم أكيد يضيفون المودة والرحمة والبحجة والسرور نعم لا شك ولا غير هم زينك في حياة الدنيا نعم لا بأث وفي مسؤولية تجاه أولادنا حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كما ورد في الحديث عن النبي لعن الله والدين حملاء أولادهما على عقوقهما يعني السبب بيكونوا هن وأنه يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يأمر بجماعة إلى النار بسبب شو؟ أنه أسروا بحق تربية أولادهم ليكفي أن نشير إلى أهمية طريقة التربية واسلوب التربية المنيه خصوصا عند الأم لأن الأم هي المسؤولة الأولى في التربية أكثر من الأب طلعوا عنكم نموزجين بالقرآن الكريم وسأترك المجال للكلام لمن يريد الكلام في هذا الموضوع نموزجين طرحهم الله عز وجل في القرآن الكريم عن نساءين واثنيناتهم هن النسوين أنبياء الأب هو شو نبي النبي نوح عليه السلام والنبي إبراهيم شوفوا المثالين هيدا نبي وهيدا نبي هيدا معصوم وهيدا معصوم هيدا نبي للأم وهيدا نبي للأم هيدا جاء لحتى يحمل رسالة الله إلى الأرض ولا يربي أولاده والأم وهيدا كمان نفس الشيء النبي نوح عليه السلام دعا ابنه إلى الحياة يا ابني يركب معنا رفض دعوته إلى الحياة قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لعاصم اليوم من أمر الله ضلوا يحاول يسحبوا يا ابني يركب معنا بدوا يجيبوا على الإيمان بدوا يجيبوا على الطقوة على حب الله على كذا ولكن هذا شو أصر على أن يبقى كما هو ليش لأنه تربيته كانت شو اللي الله حكي عننا مرت النبي نوح ضربها مثل زوجة النبي نوح زوجة النبي لوط كانوا غير صالحتين وضرب الله عز وجل امرأة أخرى وهي هاجر زوجة النبي إبراهيم التي ربت ابنها أيضا النبي على الحق وعلى الإيمان وعلى حب الله سبحانه وتعالى بحيث دفعه هذا الأمر عندما طلب منه النبي إبراهيم أن يقدم نفسه ليذبحها قال يا ابني إني أرى في المنام أني أذبحك شو جاوبه قال يا أبا تفعل ما تؤمر سسجدني إن شاء الله من الصابرين شوفوا أهمية التربية كيف نقارب التربية وهون بيجي دور الأم دور المعلمة دور الأب دور المجتمع الكل لأنه هلأ بيشاركوا بالتربية يمكن كانت بالسابق التربية يتولاها فقط الأم ولكن هلأ التربية كل المجتمع يتولاها وسائل الإعلام تتولى التربية المدرسة بتتولى التربية الجيران بتولوا التربية الشارع بتولى التربية الحي اللي بعيش فيه الإنسان بتولى التربية القوى الحزبية والاجتماعية والمؤسرة بالواقع بتتولى التربية كل العالم عم بتربي والأهل بدرجة أولى بتايتها المنتبه خلينا نفوت دغري على موضوعنا المقاربة كيف بس يسألنا ابننا كيف بدنا نحنا نعرف ابننا على الله كيف بنعرفه عنه تفضل ايه هلأ مثلا فيه ولاد أمرار بيجوا مثلا عندك بيسألوك مثلا انه مين الله شو عنده انه شو بيعطينا الله شو هنه نعم كيف بنقدر نعرف الطفل على الله أول شي مثلا بنطلع نحنا وياه بنلعب بالطبيعة منعرفوا هيك انه انه نحنا وين عم نلعب هلأ مين نوم هايه الطبيعة منن اجت منقلوا انه الله هو الخلق هايه الطبيعة الله هو عطانا التفكير عطانا النعم بس في اسئلة مثلا تيجي امرار ما فيك انت توصل لدغري للطفل لعمر الطفل مثلا انه اذا سألك مين خلقوا لأ الله انت ما حفيك دغري للطفل الصغير توصل له انه ما عنده لأب ولا أم هيك بتقل له انت مثلا بكرة بس انت تصير واعي وكبير هتعرف انت حتستنتج لحالك انه الله هو ما عنده لأب ولا أم ومن خلاله الطبيعة والكون انت بتقدر تعرفه للطفل على النعم اشارة تقوله الأخت مهم جدا اولا بدنا نشوف طبيعة الطفل الذي يسأل بأي مرحلة عمرية اثنين بدنا نشوف شو طبيعة السؤال عم يسأله هل نحنا نملك القدرة على ان نجيبه نملك هيدا العلم ولا ما منملك هيدا العلم اربعة بقى إذا كنا منملك هيدا العلم هل الفكرة اللي بنا نوصله إياها بيقدر يفهمه ولا لا ما رح يقدر يفهمه بهذا العمر لأنه في بعض كل مرة يعني إذا ا照ت له للطفل أنا السرقى بعمر سنتين بيعرف شو يعني السرقى لا هو ما بيعرف ما بيعرف كلمة شو معناته السرقى إذا ألت له موت بيعرف شو يعني موت ما بيعرف شو معناته أصلا فيه مفردات بعض ما عارفه هو بعد ما تعرف عليها لحتى يقدر يعرفها أو يدركها لأمهاتنا الكريمات لكل أم مربي بحب إلا بدل ما نعلم ابننا أن نعرف ابننا على الله سبحانه وتعالى بطريقة التخويف منه أن نعرف ابننا بشكل أن يحبوا الله صدقوني أمهاتنا الكريمات أيتها المربيات أيتها المعلمات أيها الآباء والأمهات أيها المجتمع صدقوني لا يوجد شيء يمكن للإنسان أن يدافع عنه وهو يخاف منه إنما الإنسان يدافع عن من يحب فإذا استطعنا أن ندخل إلى قلب هذا الطفل أو قلب هذا الفتى لنزرع فيه حب الله عز وجل لنزرع فيه حب الله عز وجل بأن يصبح الطفل علاقته بالله عز وجل علاقة حب لله سبحانه وتعالى وليست علاقة خوف من الله هذا الأمر سيجعل بداخل الطفل قوة ومناعة وقدرة على أن يواجه كل تشكيكات ممكن أن تأتي عليه في أي مرحلة عمرية لأنه يدافع عن من يحب فرق كبير بين أن تدافع عن من تحب أو أن تدافع عن من تخاف منه طبعاً الخوف لابد له منه لكن في مرحلة متقدمة وليست في مرحلة الطفولة وعندما يقول النبي تفضلوا بحضة ما دي يحكي هون الأخوان بك تحكي حضرت فيك أنا كنت بدي أحكي عن مسألة مهمة أنه أيضاً ننقل وقت المناسب لنحكي معنا نعم نستغل الفرص لحتى لنحكي عن نعم الكلام الكلام في الوقت المناسب مش بس مع الطفل مع أي شخص ضروري جداً أن نهتم في شيء آخر حبيب تفضلي لكن بدي أطرح أمسي لكيف يعني لما أنا جبله هدية وهو يكون مبسوط فيها بدي عارفه أن هادي الهدية رزق من الله عز وجل وأنا لازم أشكر الله لما مثلاً كون بالطبيعة وبدي عارفه على الطبيعة بدي عارفه أن هادي من عظمة خلق الله عز وجل أنه بهايدي الطريقة أنا بكون عطول عم بربط الطفل مع الله عز وجل وهيكي بكون عم عارفه بطريقة سلسة وشيء من واقعه هو وهو قادر يعني شيء قريب من عقله نعم الله سبحانه وتعالى علمنا شوي نحنا على بعض الشغلات اللي إليه علاقة باللي نحنا ما منقدر نعرفها مثلاً بدي يحكي لنا عن الجنة الجنة اللي الله وصف لنا إياها بالقرآن الكريم في شيء منه نحنا محسوس بحياتنا واضح؟ يعني بديك تقدمي صورة تكون محسوسة كمان بعض الأحيان نمزجي إذا صح التعبير تقدميه نموزج من واقع اللي بيعيشه حتى تقربيله الفكرة لراسه لأنه بالجنة واقع حقيقة عمر الجنة فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ما بيقتل حتى على قلبنا ولا عين رأت لكن كيف؟ بس لأدل الأجل تقريب الصورة بعض الأحيان من الصدق أن نقرب الإنسان الصورة للشخص بصورة يشاهدها لذلك الطفل بس بدنا نخاطبه بدنا نشوف شو الصورة اللي يشاهدها شيء الأمور ممكن يدركها مثل ما تفضلت الأخت وأشارت خليز نسمع ونرجع برجع لك إن شاء الله تفضل حضرتك بسم الله الرحمن الرحيم أولاً بموضوع التربية للأطفال نحنا بواقع أعتقد يعني خلينا نشتغل على تربية أطفالنا بحسب مجتمعتنا وبتختلف أكيد كل المجتمع بإنحنا نحنا موجودين فيه لكن في فكرة دايماً عم نتعرض له عم تكون أكبر مشكلة هي موضوع الأهل بحد ذاتهم بطريقة إيصال الأفكار أتفضلت قبل شوي حضرتك عن طريق التخويف والتخوين والاعتبارات اللي هي أقصلاً يعني شو بقولولهم يعني الله بيخنقك الله بيضربك الله بيعمل الله بيسوي وهذا الشي عم بيولد عنده الطفل شيء مش كرهي من الدين بمعنى أنه صار في شيء حاجز بيقول أنه بالأول نازم هذا الشيء ما ينعمل وعم بيولد باسي كبر هذا الطفل عم بيولد قصص سيئة جداً بمفهوم خاطئ عن الله سبحانه وتعالى لكن أعتقد اليوم بهذه المجتمعات المتحضرة اللي هي معتبرة حالة متحضرة لدرجة ما وسائل تكنولوجيا التطور الاجتماعي اللي نحن وصلنا له اليوم الأباء والأمهات وكثير من الناس المعنيين بالتربية تحولوا من تربية صحيحة قيمة على خط مستقيم لأطفالهم إلا تركوهم على مبدأ المثل اللي بيقول ما تعلموا تركوا الدهر بيعلموا وصاروا يعتبرين أنهن عم بيقدر يخد اللي بدو يهو بمكان بيقدر يفوت على مواقع التواصل الاجتماعي بيقدر يستفيد من هيدا وهايدا وحتى فكرة المدارس فكرة كل الجو لازم يكون فيه رقابة من الأهل لموضوع مواقع التواصل لأنها تكون هي مواقع أصلاً عم تفسد أكتر ما عم بتضر عم بتضروا أكتر عقلياً عم مستوى العقل وعلى مستوى القلب على مستوى الروح إلى آخر صحيح صحيح وحتى فكرة المدارس بعد الأحيان مولانا بتلاقي حتى هيدا المدارس عم توصل تربية بناء على منهجيات هي وضعتها مش شيء ممكن بيناسر هيدا الأطفال خلينا نفوت على الواقع أكتر يعني يعني عملي مثلاً شو بالمنهجيات المدرسية تطرح مثلاً بعض الاعتبارات ببعض المدارس مثلاً أنه مثلاً الأطفال بيروح بيوجوهن على باتجاه معين لمسرح معين لحضور شيء معين لمفهوم الله سبحانه وتعالى بمكان معين هذا الشيء ما بيكون أصلاً يعني خلينا نقول مش مشرف عليها من جمعية تعليم الديني خلينا نقول مش مشرف عليها بالواقع الإسلامي الحقيقي بتلاقي هيدا الأطفال عم تتعلم قصص بالمنظور العام هي قاعدة جيدة لكن بالواقع الحقيقي ما بتنطبق للإسلام ما بتنطبق لواقعنا لمجتمعاتنا الحقيقي بشي وبيطلع مثلاً ممكن نحن نجيب مثلاً كتب أجنبية صحيح من بره اللغات الأجنبية الإنجليزية وبالتالي نحن عم نحاول نطبع أولادنا بطريقة غير مباشرة وبدون ما نكون نعرف ونحن مع أنه تربويين مع أنه نحن يعني بمعنى المعلمين والمربين والأسات زي ونحن هادي كونهم تربويين مفروض أنه هيدا المسألة ينتبهوا إلى وينقلولهم شي عن واقعهم وليس عن واقع الآخرين عن أخلاقهم وليس عن أخلاق الآخرين عن قيمهم وليس عن قيم الآخرين وقد يكون في قيم مشتركة وأخلاق مشتركة لا بأس فيها بس اسمح لي بس في راسة أخيرة بموضوع المعلمات أما موضوع المسرح وموضوع التفت مسألة أما موضوع المسرح وموضوع المسرحيات اللي بيحضروها وموضوع الأفلام اللي بيحضرون اياه أو كذا لا هيدا المسائل يمكن من استراتيجيات الحديث التي ينبغي أن نعمل عليها ولكن أن نختار جيد مش شيء جيد الإشكالية الإشكالية مش إنها تاخدوا على مسرحية الإشكالية بأن تختار المسرحية اللي بتوصل هدف وتوصل مفهوم كمان الأهل مسؤوليتهم بس ياخدوا أولادهم على السينما أو ياخدون على يحضروا مسرح أو شيء يراعوا هيدا المسألة ويشوفوا شو الأهداف اللي بده توصل من خلال شو الأهداف الجمالية اللي إلي علاقة بالروح اللي إلي علاقة بالطبيعة اللي إلي علاقة بالارتباط بأله اللي إلي العلاقة بإضاءة على الإجابات اللي ممكن شكل عنده بحياته بالنظام بالنظافة بالطهارة بالعلاقات الاجتماعية بالخلقيات التعامل بمهارات الحياة إلى آخره ما هنالك من أمور فضل يا حضرتك حبي تحكي شيء بس كنت بده أقول شيء بموضوع المدارس اللي هي أكتر يمكن مؤثرة كون أنا مطلع على هذا التفصيل اليوم بعض المدارس أو بعض المعلمين الغير يعني ما عنده قدرة أصلا يكون هو بيقدر يوجه أطفالنا بالخاص بمراحل صغيرة بالعمر حادثاً بيكونوا مني حادقات غالباً هيك ما فيه أساتذي بيكونوا حادقات بهذا المعنى حتى بالمدارس العادية تجد أنه فيه فيه توجيه غير غير صحيح غير دقيق لأنه بالمعنى العام خلاص دايك هون مسؤولية الأهل هون أنه شو يجعلتها عن المدرسة اللي هي بتحمل قيمنا اللي بتحمل لأنه هاي دي تحت سلطة الأهل مش يولد الإنسان على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجيسانة يعني الأهل له ندور كبير بموضوع التربية لأنه الأهل هنhe اللي بيحطوا ولادهم بمدارس الأهل هنه اللي بيحطوا ولادهم بمدارسهم مش اللي اللي بيحطوا عنفسهم بمدارسهم فقصلي لازم الأهل مثل ما بدهوا ينقوا البيت الامميز للولاد بدهوا ينقوا كمان المدرسة الامميز للأولاد لتوصلهم افكارهم وقراءهم ونظرتهم وقيمهم واخلاقياتهم بالحياة مهم جدا هيدا يمكن هيدا كمان يكون مكلف بعض الاحيان بهيدا الزمن ويمكنه لكن هيدا من الامور المهمة جدا افضل من ان اصرف عليها على لبسه وعلى اكله اصرف على عقله واصرف على روحه واصرف على قلبه لانه هيدا الشي عم اسسله لشي كبير ايجابيته كبيرة التياب لو قطعت التيابه من البالي جبناها نضيف مش مشكلة لبسها على المدرسة الاكل اللي بجيب له اياها مش ضرورة تكون مثلا باب اول اذا فيه يجيب باب اول منيح ولكن انا عم بحكي بموضوع الاولوية الشغل على الجسد مهم ولكن كمان الشغل على الروح وعلى القلب اهم اكتر اعيد دهيك هون بيجي دور الاهل بهيدا بتفضل يا حضرتك بسم الله الرحمن الرحيم بداية انكن بدي شير لشغلة مهمة انه بالطبيعة البشرية الانسان لا يؤمن بما لا يراه يعني حتى كيف بدأتكون صعوبتها دبل على الاطفال اللي هن اطفال يعني بطبيعتهم الفطرية ما رح يقدروا يقتنع بهيدا الموضوع فهون بدأتتوجه للمعلمين انه اللي هن بيتأثروا بالعلماء النفس وهيك فرويد كان يقول انه مش مفروض انت تتعرف الولد على الدين لما هو صغير لانه بتخوف وبتراوي بس هيدا شي غلط هيدا شي غلط مش دايما بدنا نتوجه لعلماء الدين لانه ان اوقات بيوصلوا لنا افكار غلط انه انتوا بيواجه للمعلمين ما تعلموا ما تعرفوا الولاد على الله من العلماء قصد كان كان يقول انه مش مفروض انت تعرف الولد على الله لانه هو بيصير بيخاف منه او يعني بهيدا المعنى انه ضد هيدا الفكرة وكان بدي شر لشغلة تانية انه معلمتنا نحنا وصغار كانوا دايما يقولوا لنا انه ما تعمل هيك حساب ما الله يخنقك كنا يعني انا عن شخصيا كنت اتخيل انه بدي انتوا حبلة تنزل من السماء وتخنقنا فطبعا اتعلمنا من تجاربنا الخاصة وما عم نوصلها للولاد يعني اليوم نحنا بدنا ننزل على مستوياتهم وعلى قدراتهم بالتفكير ونوجههم يعني رسالة هن بيقتنعوا فيها بطريقة جدا مبسطة لحتالي يقدروا يقاموا بوجود الله ويحبوه ما يخافوا منه لذلك بيكبروا لما بيحبوه بيكبروا عن حب مش عن خوف منه نعم احسنتي في حتى من الاخوات بيحب ديف شيء تفضلوا بخصوص التعليم انه عن المعلمة وهيك ما امرار انت عندك المحيط يعني الجو اول 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 المحيط يعني بيعيش الطفل هو جو العائلة طبما انت بديك تروحي على جو العائلة اذا انت المعلمة بيجي لعندك التلميذ مثلا اوكي انا بب بعرفها الله وكل شيء بس انت عندك مفهوم خاطئ عم يجي من البيت يعني هلأ يعني في عنا التلاميذ بيقولونا ايما هلأ اذا انا مدرسة الله حيخنقني انا بالليل اذا رحت نمت الله حينزل حبلة حيخنقني كمان او حيقتلني طب ليش انت بالبيت بدك تعرفوا به هول مفاهيم الخاطئة وانا عم بس يجي عالمدرسة نحنا انه المعلمات عم يشتغلوا عليه بس بس يروح عالبيت يعني شوف التعامل كيف عم تصير خلينا نحكي فكرة كتير حلوة مهمة جدا لابد للأهل ولابد للمدرسة اذا ان يصير فيه تنسيق هيدا موضوع الشراكي في التربية للأبناء لانه هادي المؤسستين اكثر المؤسستات تأثيرا خصوصا بمرحلة عمر الطفل عمر الطفولة اكثر مؤسستين تأثيرا هني المدرسة والبيت لابد ان يصير فيه تنسيق لحتى الجميع يمشوا باتجاه واحد مش كل واحد يشد باتجاه معين وبالتالي بيضيع الطفل او ما منقدر اليوم انتو بعلم الادارة معروف انو اذا اجوا اتنام مصمد يدفعوا السيارة اذا واحد من قدام واحد من ورا واحد هيك واحد هيك ما بتتحرك سيارة افضلها محلة بينما اذا اتنام من ورا دفعوا بيقدروا يقدموها لقدان فلازم الاهل والمدرسة والمعلمين بالمدرسة يقرأوا فيه كتاب واحد يقولوا لبعضهم شو هي الاهداف اللي عم وصلها كيف طريقة الاهداف فمنح انو يصير فيه تربية على هيدا الموضوع حدا بيحب يحكي شي هون الاخوان تفضلوا اشاروا قلون اشياء كتير مهمة لانو دايما المشاعر اللي بتمبنع الحب هي مشاعر ثابتة ويعني مستحيل انو بترجع هتنتزعها لانو دايما بدك تزرع مشاعر بس عن طريق الخوف وعن طريق التفزيع اكيد هاي المشاعر هتسبب مشكلة نفسية للطفل اللي دايما بصير يقول انو هل هلأ اني هلأ هلأ حيحسبني هلأ حيحسبني هلأ بوقت اللي نجي انو يعني نعرفون ونسبت مشاعر الحب يعني حب الله شغلة كتير مهمة يعني انو هي متل ما يقول انو هي كسير حياة يعني بتساعد كتير هاد الشغلة يعني لحتى كل ما يشوف شغلة الطفل وبدوا يسويها يسويها في طاعة الله انو ينبسط انو عارف حاله انو بس يعمل هاي الشغلة حيحس حاله عمل شي كتير من انجاز طبيعي انو الفئة العمرية اللي هو فيها بس يعمل ايه شي مثلا بسيط بس يحس انو فيه منفعة كتير هينبسط بهذه الشغلة نحن نشاجع كمان علي نشاجع علي اهم شي طيب على كل احوال الكلام بهذا الموضوع بياخد مجال كتير ويتسع كتير فيه كتير من الموضوعات اللي فينا نعالجها راح ان شاء الله ناخد فاصل قصير نحن الضيوفنا الكرام ثم بعد ذلك نعود لمتابعة الكلام مشاهدين الاعزاء نتوقف للحظات مع فاصل قصير ثم بعد ذلك نعود لمتابعة حوارنا المهم حول موضوع كيفية تربية الطفل على معرفة الله عز وجل وما هي الاساليب والافضل الافكار التي يمكن من خلالها ان نصل الى هذا المفهوم فاصل قصير ونعود بعد ذلك لمتابعة لقاءنا معكم موسيقى مشاهدين الكرام عودة لمتابعة لقائنا لهذا اليوم في اطار موضوع نظرة الاطفال الى الله سبحانه وتعالى وكيف نعرفهم على الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء مع الضيوف الكرام مجددا ارحب بالضيوف الكرام واتوجه اليهم هل من احد يريد ان يدلي بدلوه في هذا المجال تفضلي شيخ حضرتك قالت كيف نحببهم باي طريقة والاخت الكريمي قالت بعد ما توضحت الفكرة نحن الكبار اذا فتنا على بيتنا وشفنا في هدية محطوطة عجنب مثلا نعم اول سؤال شو بنسأل السؤال اللي بينسأل مين جاب الهدية على البيت نعم فنحنا بس نجيب اي شي البي بس يفوت على البيت جايب معه غراض على البيت على الام انها تقول هاي من نعم الله علينا براو هيدا من حب الله لإلنا الله أنعم بايكن وجاب لنا ورزقنا وجبنا هيدا نعم بلش والذكر بالله عز وجل الحمد لله نعم الطفل بالعمر السنة أول ما يبلش يمشي أول ما بدو يطلع على الدرجة أول خطوة لإله يا الله نعم هو اللي عم بيساعدك نعم هو حدك نعم بس تقول يا الله ما بتوقع دك تحسس الولد بدك تعيش به هيدا الفكر نعم دل يتذكر الشكر لله لأنه بيك بس نقعد على الطعام نعم بسم الله هدي كمان من نعم الله علينا شعر الحمد لله على بس نخلص من ما رزقنا نعم يعني هول هول أمور الولد بس يتعود عليهم منذ الظغر نعم وهو والصغير بدو يقولون والأهل بدو يعودوا عليهم وهن بدو يكونوا هيك نعم الولد مستحيل يعود يسأل طب وان طب كيف ما هو شايف ما هو شاف الرزق وشاف الحب يعني هي التربية التعويض على أن نذكر الله سبحانه وتعالى ونربط كل ما أعطان فيه وقع الولد ما تأذى وقع الولد ما تأذى بالله عز وجل الرزق الموجود قدامه نكام بالطعام أو بالشراب أو بالحلق اللعب والولد بس يوقع ما تأذى نقول الحمد لله بفضل الرب علينا أنه أنت وقعت ما تأذى طيب خبركم قصة أنا صارت معي أنا وطفل صغير بتصور كل واحد منكم أكيد صار معه قصص كتير أنا وطفل أنا كنت أدرس بمدرسة من المدارس أنا وطفل يعني بهذه المدرسة مدرسة راهبات هي حقيقة مدرسة راهبات كنت أدرس فيها كنت طفل أنا كنت أقع أنا بس أقع تجي الراهب الأخت اللي هي موجودة بالمؤسسة مثلاً وهي مناوبة بالملعب مثلاً تشيلني يحفظك مثلاً يسوع أو يحفظك المسيح أو يحفظك الرب أو يحفظك الله به الشكل هيدا ما بتعرفوا أنتوا قديش البعد بداخلي أنا ارتباط هيدا الشي اللي ذكرته هي بموضوع الرحمة بموضوع العطف بموضوع الحب قديش بينعكس بس تتكرر هيدا المسألة وهيدا الشي اللي أشرت إله مهمتني جداً 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 كتير لأنه التربية حتى العبادة هي عادة حتى العبادة عادة تبدأ عادة طبعاً بعدين الإنسان بيطور عبادته بصير فيه تفكر بمرحلة عمرية متقدمة وهكذا فإذا كتير مهمة جداً هيدا الأفكار في شي تجارب أخرى بحياتنا هيدا لحظة نشوف يعني أنا من فترة طريت مكون بالبلاد وكان ابني صغير بمكان معي بعد ما رجعنا هو عمره ثلاث سنين بعد ما رجعنا من السفر هيدا الولد صار عنده مخزونة من الأمور الدينية أنا استغربت فعلاً وكان بموجود بحداً بخصنا أكيد فهيدا الشخص كان مواظب عليه بخصنا؟ شو يعني بخصنا؟ يعني حدا بياربني بمعنا بياربك اي اي اوكي فكان مواظب عليه بموضوع الصلاة بموضوع الأدعي صار حافز كتير قصص ولد عنده قصص جيدة صار بموضوع الصلاة يمكن بمكان معين بس اسمع الأدان يجيب المصلية حتى بدنا نصلي يعني تعود على بعض التفاصيل هو يذكرنا بها هلأ ببيوتنا نحن هم يذكرون أولادنا؟ قوم صار صلاة قداً إلى آخره إلى أخواتهم الأكبر منهم صاروا حتى موجهين بعض الأحيان لأنه تربيناهم نحن على عيد الطريقة حتى كمان بمكان معين انه بس طلع بالسيارة مثلاً أنه هلأ لازم مثلاً بوقت عشراء أو بوقت الأمور الإسلامية وكذا فلازم نركز علىها نحطها كان هو حداً متجرم يعني مثلاً كمان نخدم معنا على المساجر صحيح قديش هذه الصورة مثلاً معبرة تربيه إلى علاقة بالتعويد إلى علاقة بإني أشعر دائماً بأن الله قربه أن الله يحبه أن الله يحب له الخير أن الله يرزقه أن الله يعطيه أنه يريده أن يفرح يريد أن يعيش حياته أن يكون هذا الموضوع مهم جداً بموضوع إطار التربية بتحب أعطيه في شيء؟ تفضل تفضل لحضرتك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أنا قبل ثلاث أطفال أخلي أولادك ما شاء الله الله يخليهم وأن صغير بعرف أنه تربية الطفل تربية طبيعية يعني بصفتي إن إنسان مزارع نعم كانت المدارس خفيفة شوي نشعت عليها البيئة هاي أنه الله موجود فوق شغله فوق نعم صار عندي أولاد بنصلي منصلي قوم صلي قوم صلي قوم صلي الام بتصلي والبي بصلي ما كنت تقول له تعالى أريك الله على أصغر برعا وردين يعني في فترة أصغير بقول لي هات أصغر واحد ببرسم لي الله تعالى أف انت عرف أرسم شو بدك ترسم ايه ايه وبوقت تاني لقيتهم عم بستوعبهم مثلا لبعض كلمات أكثر من كلمات الدين بليش ما بعرف سألت يعني صرت دق وراء الموضوع ما بقول لي اي شو بدك تعوفنا الله أنت يعني مكثر ما بدك تلج كمان بموضوع الدين اوكي مش منيح عزق يعني لا أفراط ولا تفريح ايوه إنه مثلا لقيت الولد إنه مكثر ما بدك عطيه بالدين بديين بقول لي شو ما فيش دين ما بديو لعب ما بديو لعب فكرة كتير مهمة يمكن لحظة من الشغلات اللي منعاني مننا ومنفكر إنه منيحة هايدي إنه نحنا دائما ايه مثلا باجي بقول له تعالي بقول لي خلي أمي ترك التليفون وأنت ترك التليفون تعالي علموني فاضي الله الله أنتو بس على محمد يلا أمي يا محمد صلي يا محمد يعني كمان في الواحد ما يكونش يشد ويرغب يعني لا تنهى عن كله كله تأتي بس يعني هاي طبيعتي ايه لا صحيح مهم جدا فيه شغلي مهم جدا نحنا يمكن بحياتنا بدون الراعي الوسطية لا يقول الإسلام هو دين الوسطية وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدة أو ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط بسط إلى فإذا الاعتدال والوسطية أمر مهم حتى بموضوع الدعوة إلى الله حتى بموضوع التعب بس يكتر كتير 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 زيادة عن الزوم الضغط وهيدي مسألة بيقدرها بيضربك حسب كلبات كلبات حسب كلبات صح ممكن أن يؤدي أيضا إلى نفور الطلاب إلا إذا لا شي بيحبه الأطفال وهيدي مسألة من المسألة إلى علاقة بالأسلوب لازم بيوتنا نحن يكون فيها أنشيد تحبب بي الله سبحانه لأنه الطفل بس يقول الولد يلعب سبع سنين ما في شي مثل الغنية والنشيد أو الأنشودة بتوصل المفهوم للطفل ما في مثلها ما في مثل الرأسة عفواً أنتوا من قد البعض يقولوا أنه كيف يعني آه الرأسة والغنية قدام الطفل والأنشودة والمسرحية والتمثيل والحركات الفولوكرورية والإزاحة التعبير لكلون ونعمل لهم حركات مضحكة ونوصل الفكرة من خلال أفضل اسلوب تعرفوا شو مسرحة دمى يعني عند الأطفال اللي بيمثل حلم للأطفال اللي بيعرفوا بالمدارس اللي في عنده مسارح دمى أو بس مثلا الطفل مثلا أنا خصوصي بمراحل الروضات أو الحلقة الأولى بأوائل الحلقة الأولى قداش مهم موضوع الغنية والأنشودة والقصة والمسرحية والأمثال وإلى آخره قداش بتأثر وبتترك عند الطفل مهم جدا هاي بالأساليب فضل يا حضرتك بلك تحكيها لأ برجع لك أنت عم تحكي عن المسرحيات والقصص والأنشود هون أنت وقتا تعمله مسرح دمى أنت عم توصله فكرة معينة عن الله أو مثلا بالغنية بالقرآن بتعلموا إشي عن الله هيك خلاص أنه رسخت بعقله أكثر من خلال الأغنية المسرحية بتخليه هو يمثل قدامك يلبس مثلا هو يعني يعبر عن رأيه قدام رفقاته بس بالطريقة الصحيحة التي أنه بسأل سؤال لحضرتكم ولحضاراتكم جميعا أولادنا نحنا بالبيت ما منجبلهم ألعاب ما نفكر يمكن بالألعاب لأولادة إذا بنتنا نفكر لها بقوب بي شو بيسموها لعبة دومة عبارة عن بنت صغيري بنوت صغيري إلى آخره الصبي منجبله يمكن مثلا شغلات طيارة أو سيارة أو قطار أو أو مشاكل ذلك بس بسألتكم سؤال مين مننا بيفكر يجيب للطفل الميكروفون اللي بيحبي أنه يطلع صوته أو مين مننا بيهرب هلا بده يعملي ضج بالبيت لا بيعود يخليني والميكروفون يقرأ عليه قرآن أو يصلي على محمد وقالي محمد أو يعمل له أنشودي مثلا منيحة وإلى آخره مهم جدا هاي دي هدية يمكن أنها أوفر من هايديك الهدايا أو أقل أو يمكن أنها أكتر شوي وإلى آخره كمان مهم جدا أنا أني شجعلوا هايدي القدرات من خلال مثلا هايدي الطريقة هايدي واحدة من الأسليم اللي بحببوا أنا بقراءة القرآن أو أنه مثلا بدل ما جيب له آيباد مثلا جيب له مثلا فيه شي مصمم فيه جزء عامة عودوا أنه يسمعوا مثلا لجزء عامة لحطي يصير يحفظوا ويتعلق بالقرآن شيئا فشيئا طبعا كله ضمن حدود معينة وكله ضمن شو إشارات معينة أكتر من هيك اليوم نحنا بالحياة بس بدي أنا الله أربو منه نا ابني بس بدي يحب الدين أو يحب الله سبحانه وتعالى أو يحب الإيمان منيح أنه أقدم له خيارات واحدة من أهم أساليب التربية السليمة بموضوع إيصال الأفكار إنه ما تحشروا بالزاوي موضوع التحجب موضوع قوم صلي موضوع عفوا نحنا بعض الأحيان نستعمل حتى مفردات مع أولادنا ما بنكون نعرف الله يلعنك الله لا يوفقك مش مفردات بيستعملوها الأهل الله يلعنك و الله لا يوفقك و الله لا يبارك فيك و الله يخليليك وما نافع أنت وما طالع من أمرك كل مفردات سلبية ويمكن بأمور إلى علاقة بالدين أو إلى علاقة بصلاته أو إلى علاقة بارتباطه بالموضوع الديني منستعمل هاي دي المفردات الآسية والصعبة شو لدي الإعكاس السلبي عليها لهاي دي المفردات وديش الأسلوب الرحيم والمحبب بدل ما قل له أنا مثلا قل له أنا الشيطان بيعمل لك كروس إذا بتعمل هاي كروس بالإنجليش يعني يعني إيكس بالفنساوي يعني غلط يعني عمل غلط رسمي أعلق له إياه بس أربط له إياها بموضوع أنه الشيطان اللي عم بيخليك تعمل إياك لأنه ما بيحبك لأنه ما بده إياك تروح على الجنة لأنه ما بده إياك تكون مرتاح لأنه بده يعزبك أعمل له مشكلة مع الشيطان مش أعمل له مشكلة مع الله أعمل له مشكلة مع الباطل ما أعمل له مشكلة مع الحق أعمل له مشكلة مش معي ما أعمل له مشكلة معي وهكذا. فمهم جدا هاي دي بموضوع عسري بالتربية انه التفت الى حدا ما بدو يحكي من الاخوات حضرتك يدبك تحتي تفضل ايه. حلق برجع لك عفوان تفضل ايه. انا بدي احكي عن تجربة صارت معي. يعني انا وصغيرك كنا نقعد نحنا واهلي وهيك ونقعد نتساءل مسلا. اه في مرة سألت الماما انه استغفر الله استغفر الله انه ليش انا مش الله? اه. اجاني هالسؤال وسألت ايا. ليش انا شو? ليش انا مش الله? ليش هو يعني? ليش الله فوق? ليش انا مش الله اه. ايه اوكي. قالتلي قالتلي هون بتصير نو عم تكفر. طب انا ليش عم بكفر? انا بدي اعرف انه انا طفلة. وبدي اعرف هيدا هيدا السؤال بدي انه بدي جواب. في المرachus عند الساعة做ت لي ومن ليلتي لاش انا مش الله كمان كنت ات بتاعته. ياق Census. كنت اعرف ان معناتوا لكل شو الله على الله ومن هو الله. ايه. بس انه ليش نحنا مش الله? ليش هو مسلا الله ولا انا مش الله. اي اوكي. اي فهون. لكن كيف كان اجل جواب الوالدة. شو جوابتك يعني الوالدة. قلت لك هيدا كفر. ايه قلتلي هيدا كفر انه انتي عم تكفري هون. بس ما قلتك ليش كفر هيدا. قلتلي انه الله هو انه الواحد الاحد. واحدة من المشاكل الكبيرة. انه نتهم اولادنا بالكفر لمجرد تساؤل عم يتساءلو. فاذا كان مش اولادنا بدنا نقول. حتى بالمجتمع. مش كل واحد تساءل تساؤل معين. مع انتا كافر صار هو. او مع انتا صار ملحد هو. او مع انتا صار مشكك هو. عم يسال يمكن انه ما بيعرف. ايه ما انا ما باعث. اول انه حابب يعرف يعني. او حاب يوصل لشي. فاااا مهم جدا ان احنا باي سؤال منتلم من التساؤلات. انه من نوسم الاخر بصفة. تعمل له مشكلة. وتعمل له اقدة. نقمعه من انه يرجع يسأل السؤال. علنانه هو بعض والسؤال موجود بداخله. يعني ازا انا قلت له خلص انت عم تكفر هيك ما انت تحكي هيك شو عمي له ايه. ده بعد ودي استساؤل جوا ما جاوبتوا ليه. ولكن شو قمعته انا. وانا قمعته صار عنده شو? بهذا القمع صار عنده مواجهة اكتر. صار عنده يعني اه صار اكتر. ويمكن يروح يسأل غيري. انا اللي بدي ما اصلحته وما جاوبته. ومهم جدا هيدي. بس اسألنا طفلنا اما نحنا من جاوب واما بده يغزي فضول ويروح يسأل واحد تاني. يمكن الواحد تاني اللي يسأل ويجيب عن الشيطان. ولا يجيب عن الله. يمكن استاذه يكون او بيكون ما بيعرف او يكون شو ما بيعرف. اذا انا ما بعرف بقول له بجاوبك. اذا بعرف بالمقدار. مسلا ازا قالني كيف الله? او ليش مسلا الله مسلا اه اه مين بيه? او شو شكله? فيني يقول له? متل ما الله وصف نفسه نور السماوات والارض. انه الله نور. اصني هده الجواب صحيح. مش جواب غلط. لانه انا بعرف انه ما راح يقدر يحيط بالمطلق. لانه مهما تصورت نحن. نحن. مهما تصورنا الله في بالنا. متل ما بيقول المقاول. مهما تصورت الله في بالك. فهو في خلافي ذلك. غير ما تصورت الله ببالك. ليش? نحن ما بنقدر نتصور له الله سبحانه. لان لا تدركه العقول والابصار. الله سبحانه وتعالى. ما بنقدر نحيط فيه. لان عقولنا وابصارنا لا تحيط الا بالمحسوسات. الا بالشغلات المحدودة. والله غير محدود. لانه غير محدود. ما بنقدر نحيط فيه. الله وصف نفسه بنور السماوات والأرض فيني يقوله الله قال عن حاله ليس كبس له شيء ما فيه مثله شيء ما فيني يقوله الله مثل هيدا بس قل له الله أنا مثل هو كونه إنسان كونه شايف عنده باي وعنده أم فكر أنه الله طفل مثله عارت كيف عنده باي وعنده بدي يسألني مين باي ومين أمه وين بيأكل وين بينام وشو بيعمل بدي يفهمه أنه الله تعالى مش إنسان مثل الله هو نور هو السماوات والأرض كله سوى نور السماوات والأرض مت ما الله وصف بالقرآن الكريم نفسه اذا بيجاوبوا عن جواب ولو مش جواب كامل لو ما قدر يستوعبه لو ما قدر يستوعبه بالكامل جواب صحيح مش جواب غلط بس ما بيجاوبوا جواب غلط بيجاوبوا جواب صحيح متل ما سم بيسأل الولد بعض الاحيان اه شو الموت يعني فيني يقلوا الموت انه هو السفر بعيد مش غلط هو السفر بعيد هو فعلا سفر الامام معالي عليه السلام قال انه هو السفر كان صاحبكم يسافر قالوا له ايه? قالوا نعتبروه فيه سفر فعظه هو سفر هو سفر من الدنيا او انه مثلا بالسماء موجود مش غلط كبيرا فكرة بالسماء موجود مش انه كلمة غلط هاي دي يعني ما عم تحكي شي غلط ما عم تحكي شي كذب ما عم تحكي له الموضوع كله سوا لانه وبيقدر يستوعب الموضوع كله سوا تفضل ايه حضرتك بك تحكيت تفضل ايه انا كنت بدأ احكي عن تجربة تفضل ايه شخصية يعني لناس بعرفها بعرف شخص كان بيو يعني بدي قول انا بدي وصل فكرة انه مش دايما الاهل بأسره او قد بيكون انه هو من دافع في عنده الواحد دافع للتوجه والتقرب لالله كان بيو انسان يعني جدا بيكفر بالله جدا جدا يعني سيء بهذا المجال لكن كان عنده بالمقابل انه اوكي فيه محفزات فيه اخته في كذا تدعمه من ناحية التقرب من الله وهاك لما كبر هيدا الانسان ما عنده ام عنده عنده محيط يعني محيط قريبين امه اخته كذا كبر هيدا الانسان وحتى محيطه رفقاته كمان ناس بتسرق كذا بعيد كل البعد عن الله لكن هيدا الانسان وصل هلا اليوم لمرحلة انسان جدا ملتزم واصل لمرحلة التقرب من الله مش طبيعية احسن بكتير من غيره من ما عنده امه بيو بوجهو بدي وصل رسالة انه مش دايما الاهل اللي هن بيسقط اللوم عليهم انه انتو السبب انه ابن كنتو لعاق او بعيدة كل البعد عن الله اوقات في داسة عيه المدرسة الاولى لبيت الاسرة اتنين المدرسة ثلاثة المحيط الاجتماعي اللي بيعيش فيه التأثيرات الاخرى الاصحاب وهكذا كلها هيدا عوامل بتبني شخصية بتشكل شخصية الانسان لان انسان طبيعيه بيتأثر وبيتفرعل ما حوله اول التأثير وضع اللبانات الاساسية هي بالبيت ممكن يكون استثناعات ممكن يكون بحدة مثلا شخص معين نبي وما قدر ابنه نبي وما قدر ابنه بنشوف بعض الناس الاباء طيبين والاولاد بعيدة عن سمين خبثاء او الابناء طيبين والاباء كانوا مش منع صح بيكون فيه عامل مساعد ساعده بمطرح اخر جانب اخر تربوي يمكن هو كمان هيدا الشخص اتخذ له القدوة شخص اخر غير بيه لانه ما شايف بيه هيدا الشيء فهيدا القدوة الاخرى هي اللي عززت له لانه فيه فطرة بالاخير بالاخير عند الانسان فطرة الله التي فطر الناس عليها خلنلتقل عند الاخوين هون وبعدين نسمعكم كلكم سوا سمعنا كتير للاخوات نسمع الشاب بس بديا اللي قالت والاخت جاي جدا هو موضوع الشك السلبي يمكننا عمله شيء ايجابي للشاب بس انا عم منتقل لموضوع اوقات حتى انت الالزام بما كان معي انتع روح اسمع مجلس العزاء هيدا الصبي او هيدا الوالد الصغير بس يكون عم يحضر مجلس العزاء وقعدين اهله بس شيف اهله عم يبكوا بيعتبر هود الناس هيدا الشخص اللي عم بقول للمجلس العزاء هيدا شخص ممنح هيدا شخص اثر على اهله لحتى اهله يبكوا يعني انا بتجربة عم بحك هم اعتبروا هيدا الشخص اللي عم بيقول شيء خلهو للأهل اللي تأثروا ببالش يبكوا فصار عنده بمكان معين هيك شك موقف معه ايه انه لا لاه هو عم بيقول هيك حتى اهله يبكي انا اهله يبكي عفوا انا لقصد انه حتى ببعض الامور اللي بدنا نفاجه فيها اطفالنا الدينية مش لأ طاعا احنا بالمطلع العام تعلم كل شيء وتاعك واشوف كل شيء شوي شوي الامور الدينية اللي نحنا منكبع اولادنا بشكل لانه نحنا بدنا نطلع منه الناس مؤمنين ملتزمين هيدا التوازن المطلوب اللي عم بيقلب علينا وبيقلب على اطفالنا لا تكن صلبا فتكسر ولا تكن لينا صحيح فتعصر او كن في الفتنة كابن اللبون لا ظهرا فيركب ولا ضرعا فيحلب فالانسان الوسطي والتوازن والاعتدال المليح دائما نظلنا نشجع الاخوان ننطلق من المحبة ويمكن هيدا الشيء ينعكس سلبا على الطفل مش بمجلس عزائزة عم يستمع يمكن اذا كان فيه صار حالة وفاة مثلا او موت عند الطفل الطريقة اللي بيقارب موضوع فيها الطفل اذا اعتبر انه الله سبحانه وتعالى موضوع دا الشخص صاروا اهلوا يبكوا بسبب موت هيدا الشخص والاخرية بياخد عنده بعض ايضا سلبي لذلك مناسب نحنا اطفالنا اذا سألونا عن الموت وعن كذا والاخرية انه هيدا الشيء طبيعي بالكون وهيدا الشيء بيصير والاخرية وكمان واحد سافر والاخرية ونحنا بنزعل اذا واحد سافر فترة معينة بنبكي عليه كمان نحنا اذا سافر لحتى ما يولد عنده اشكالية يمكن ما يفهم بعد حقيقة الموت ما رح يقدر جاوبه عن حقيقة الموت بجاوبه عن شي حقيقي وشي يكون صادق بس مش الفكرة ككل لانه ما بيقدر يستوعبها الفكرة ككل غلط اطلع له الفكرة ككل اذا ما رح يدعي السبعة تفضل حضرتك في تجربة صارت مع انا انا كتير حبيتها لانه او شي كنت منزعج منها كان عندي مشكلة شوي صغير انه كنت حسخي اوقات يعني ما كتير عم بحب يعني يعمل الامور الدينية مثلا وقت الصلاة مثلا يتأخر وهالاشي اعتمدت مبدأ انه مثلا انه اوقات مثلا صير ايرا ادعي يقدامه دايما مثلا يعني اكتر شي اهم شي وقت روح المسجد يعني مثلا اني دايما حاول اقول للمسؤول انه اقرى الدعاء وهالاشي بالبعض كمان روح اتدرب اما بس صار هذا الشي امصار كتير يقلدنا منيح انه انا ببداية الطريق انا واخده على المسجد اعمل له اشتري له شي عالطريق مثلا شي شوي مش لحتى يرتبط بشكل ماد انتبهوا لا بس انه حتى يشعر انه في شي تغير واضح بمشوارنا هيدا حتى اذا كان في شي سلبية من تواجده لانه قد يبدور بعض السلبيات بالتواجد بالمسجد بنشوف نحنا بعض المصلين بالمساجد الكبار بالعمر شو بيعملوا بصيروا يزعبوا الولاد او شلوهن عنه او طوشونا او ما بعرف شو الى اخير سمحت السيد الله يرحمه كان دائما يقول جيبوا الاطفال على المساجد ما تزعبوا الاطفال من المساجد خليون يعيشوا بالمساجد خلي يحسوا بالمساجد جاوبوهن على سئلتهم دائما مهم جدا انه قصد تفعل هيدا الشي فالاسلوب مهم جدا الاسلوب هو او يقتل او يحيي الاسلوب او بيجعل الانسان بيحب الدين وبيحب الله سبحانه وتعالى او الاسلوب بيخلي الواحد ما يحب الدين وما يحب الله الاسلوب مهم جدا اثاليبنا نفتش عن اثاليبنا وطريقتنا وحكمتنا بييصال فالفكرة تضيف شي تفضل الفكرة الحلوة بهالموضوع انه بس انت تعد تعمل شغلي حول خليه قلدك يعني دائما هذا الموضوع اني كنت دائما اعمله انه اقرى الدعاء فيصير هو يحب يقرى فحتى فينا يعني بباقي الاشياء يعني كنو مال الصلاة كمان انتو قلتوها بس انو يعني حبا تكررها لانو شغلة كتير مهمة يعني دائما واحد يرفع صوته الله هو اكبر ومثلا عند الركوع والسجود وهالقصص مثلا الادان مثلا خلينا دائما نقوله بصوت عالي لانو بس تسمع وحيحب القلده بشكل كتير طبيعي يعني طريقة من التذكير هيدا بعد حدنا في حندوشي فيه يحب تحشي تفضلو باننا نسمع بعد مداخلتان لانو الوقت شارف المهم الواحد انو يصحب اولاده الى المساجد نعم ويعني يعودهم على الاحسان يعطي اولاده مساري ويعطي الفقراء مم مشان يعود هالولد على الاحسان وعالبر نعم ويشعر مع الاخرين لانو الفقير له حق علينا صح اوكي هيدا ايضا يعتاد على العطاء بالقدوة احسان تفكرة كتير منيحة اللى الاختة تنضيف حضلها بالاستقامة نسلم ولكن بالعمل الصالح نسعد نعم يعني ممكن احنا نعلم ابننا ممنوع تسرق ممنوع تكذب ممنوع تأذي ممنوع كذا بس لو علمناه الحب تعامل مع العالم بالطريقة الحلوة والحسنة هيدا العمل الصالح اللي الولد بيربع عليه من صغر بيكبر وبيبقى معه لحد ما يعني يعني هيدا الجيل اللي بيطلع عنا بيطلع جيل افضل واحسن وارقة وناجح لابعد الحدود يعني نعم لو بقينا نحنا نحنا بس بدنا نشتغل شوي نحنا على انفسنا نعم اكتر لابد ان نبدأ من انفسنا من نصب نفسه للناس اماما عليه ان يبدأ بتقديم نفسه قبل تقديم غيره صحيح وليكن تقديمها بسيرته تقديمهم بسيرته لا باقواله شغل انا بتشكركم كتير ضيوفنا الكرام في شي بعض تحبك تضيفيه بس انه بتمنى تمنى على الأمها على الأباء انه يستحبوا بلادهم إلى المسجد نعم يستحبون لانه اسمه بيت الله احسنت اسمه بيت الله حببهم ببيت الله كمان خليكون مكان يلعبوا فيه لان المؤمن في المسجد كالسمكة في البحر وقديش السمكة بتعيش الراحة في البحر اذا الطفل عاش السعادة بالمسجد تعمل عنده ارتباط بالمسجد واللي هو بيت الله سبحانه وتعالى وارتباط بالله سبحانه وتعالى الحقيقة الأفكار اللي حيوية لقدنتوها انا بتشكر بتشكركم لحضوركم معنا ضيوف الكرام واللي اغنيته هذا اللقاء بشكل كتير منيح كخلاصة نهائية الاساسية اللي منتوجه فيها للأهل الكرام للمشاهدين الاعزاء انه ان اهم شيء يمكن ان يجعل نظرة الطفل الى الله سبحانه وتعالى نظرة سليمة صحيحة هي نظرة الحب عودوا اطفالكم علموا اطفالكم ربوا اطفالكم على حب الله عز وجل على الفرح به على الصداقة معه ولا تعلموهم على الخوف منه اسأل الله سبحانه وتعالى مشاهدي الكرام ان يوفقني وإياكم لما فيه الخير والصلاح ان يجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون احسنه انه سميع مجيب واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته و الى موعد اخر باذن الله تعالى دمتم بخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة